بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السادسة والعشرون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء وسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح أيكم الله مبارك فيكم هذا يستفسر عن آيتين كريمتين في قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قل الله جل وعلا واتقوا يوما اليوم القيامة اتقوه يعني اجعلوا وقاية بينكم وبينه من طاعة الله لأن هذا اليوم يوم عصيب وشديد اجعلوا بينكم وبينه وقاية تقيكم من شره ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قيل إن هذه آخر آية نزلت من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الآية الثانية يستفسر فيها في قوله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فبما أصدها فبرحمة من الله لنت لهم فزيدت مال التأكيد فبما رحمة من الله لنت لهم يعني للصحابة بأن استقبلهم ببشاشة ويفرح بهم ويأنس بهم ويأنسون به صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك أو صلى الله عليه وسلم ليس بفض ولا غليظ وإنما كما قال الله جل وعلا فيه وإنك لعلى فلق عظيم فهذه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لينا مع أصحابه ومع أهل الإيمان نعم يقول السائل يا شيخ ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية الفرق بينهما أن توحيد الربوبية وتوحيد الله جل وعلا بأفعاله هو كالخلق والرزق والإحياء والإيماتة وغير ذلك وأما توحيد الولوهية فهو توحيد الله جل وعلا بأعمال العباد التي شرعها لهم من فعل الطاعات وترك المنكرات نعم يا شيخ هذا السائل يقول هل للإمام في المسجد في حال الغبار الشديد إذا هب أن يجمع مثل جمعه في المطر عند نزوله لم يرد هذا إنما ورد الجمع في المطر لم يرد أنهم يجمعون لأجل الغبار نعم وأيضا يجمع الريح الباردة الباردة الشديدة الريح الباردة الشديدة والغبار ليس فيه برودة أن شق عليه الغبار صلي في بيته يعلر في ترك الجمع نعم جزاكم الله خيرا رضيلة الشيخ هذا يسأل عن الرياء في العبادات ما حكمه وهل هذا يبطل العمل الصالح نعم الرياء يبطل العمل الذي وقع فيه ولا ثواب لصاحبه فيه لأنه لم يخلص لله عز وجل وإنما يفعله أمام الناس لأجل المدحي ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله جل وعلا يقول واعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين هذا يدل على أنه لا يرائي بعمله وإنما يخلصه لوجه الله عز وجل وأما المنافقون إنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الأخت السائلة تقول في سورة مريم يا أخت هارون من هو هارون هذا يا شيخ؟ يا أخت هارون أخوها والله أعلم أو أنها نسبت إلى هارون أخي موسى لأنها مسلمة ومؤمنة نعم أحسن الله إليكم شيخ حديث عفية عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ما مثال ذلك وما صحة الحديث؟ حديث صحيح أي عفى الله سبحانه وتعالى يمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله جل وعلا قد فعلت والنسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان إذا نسي وما استكرهوا عليه إذا أكرههم أحد على عمل إن لا يرضي الله ففعلوه اتقاء للإفراه تخلصا من المكرف فإن الله لا يؤاخذهم على ذلك قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذا الشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان إذا فعل شيئا مما يخالف المشروع تخلصا من الإكراه فإنه معذور في ذلك لأن المشركين أمسكوا بسلمان الفارسي رضي الله عنه أو غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يطلقوا حتى نال من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء يعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعدنا أحسن الله إليكم شيخ صالح هذا سائل يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبي ذر يموت وحيدا ويبعث وحيدا نعم هذا صحيح أن أبي ذر رضي الله عنه الزاهد العابد المخلص أنه يعيش وحيدا يعني في رأيه لأنه يرى لا تدخر الأموال بل تنفق بسبيل الله عز وجل فهو يرى هذا الرأي لا يدخر شيء من الأموال وإنما ينفق بسبيل الله عز وجل وفي طاعة الله انفرد بهذا الرأي وعاش وحيدا على هذا الرأي ويموت وحيدا لأنه خرج إلى الربدة وعاش فيها وحده حتى مات فيها ودفن فيها رضي الله عنه الربدة التي هي تسمى ظريه الآن نعم أحسن الله إليكم رضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هم في المرتبة سواء واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والثنى عليهم والاقتداء بهم والدفاع عن أعراضهم لمن وقع فيهم هذا واجبنا لأن الله رضي عنهم وأرضاهم لقد رضي الله عن المؤمنين ليبايعونك تحت الشجرة هذا في بيعة الرضوان ويقال لهم أصحاب بيعة الرضوان كذلك بقية الصحابة لهم حق قال صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لو أنفق الإنسان غير الصحابة مثل أحد من الذهب لم يعادل أن يتصدق صحابة رسول الله وأحدهم بمد من الطعام أو نصف المد وذلك لفضلهم ومكانتهم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسبقهم إلى الإيمان ولمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الله ليكم يقول أريد أن تحدث عن جمع وقصر المسافر هل له ذلك؟ وما الضابط في سفره مأجورين؟ إذا سافر سفر طاعة مسافة تبلغ ثمانين كيلو فأكثر يعني مسيرة يومين للرحلة فله القصر والجمع أخذا برفصة الله أخذ برفصة الله أحب إلى الله عز وجل إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته السائل إبراهيم يقول بالنسبة لسكني مع والدتي فأنا بين فترة وفترة أقدم هدية لزوجتي وهل لي شيخ صالح أن أقدم هدية عندما أدخل إلى البيت أيضا لوالدتي؟ نعم هذا أحسن لك هذا أحسن لك لتنال على رضاها وإذا أعطيت زوجتك شيئا زائدا عن النفقة فأتعطي أمك كذلك لتسرها بذلك تدخل السرور عليها نعم بارك الله فيكم ما حكم شيخ الشخص الذي تجاوز الميقات بدون إحرام؟ إذا تجاوز الميقات بدون إحرام إنه يرجع إليه ويحرم منه وإن كان أحرم بعدما تجاوزه فإن عليه الفدية عليه الفدية نعم هذا يسأل عن حديث صوموا لرؤيته وأبطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوم نعم هذا حديث صحيح بصيام رمضان صوموا لرؤيته عن الهلال وأبطروا لرؤيته عن الهلال فالله علق الإفطار والصيام على رؤية الهلال فإذا لم يرى الهلال لغيم أو قتر فهذا يوم الشك يصومون يصومون في آخر الشهر حتى يكملوه وأما في أول الشهر يوم الشك لا يصام لا يصام يوم الشك نعم ما القول الراجح يا شيخ في الزكاة الملبوس بالنسبة للمرأة تقول الأخت عندي ذهب وفضة ومجوهرات منذ عشرين سنة وهي موجودة في تحصيلتي وفي غرفتي ولم أخرج عنها الزكاة إذا كنت تنوينها لتزين بها في المناسبات ليس فيها زكاة هذا قول جمهور أهل العلم أما إذا كنت تقتنينها للتجارة فيها الزكاة كل سنة نعم تقول بالنسبة للنظر إلى الكعبة عبادة هل ورد شيء في ذلك لا ليس فيه دليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة وإنما الطواف طواف بالكعبة عبادة واستقبالها بالصلاة عبادة أما النظر فلم يرد أنه عبادة نعم ما معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو أي أخبر وبين سبحانه وتعالى انفراده بالألوهية انفراده بالألوهية نعم أحسن الله إليكم رضيلة الشيخ هذا يقول من فعل شيئا من محضورات الإحرام ولم يذكر هذه المحضورات ناسيا أو جاهلا وعاد إلى بلده فما الحكم هذا فيه تفصيل يعني المتفوق من محضورات الإحرام فيه تفصيل عليه أن يسأل أهل العلم الذين حوله ويبين لهم هذا الذي ترك نعم رضيلة الشيخ الشخص الذي كان لا يصلي ثم تاب توبة حميدة وعاد إلى الصلاة هل يقضي ما فات مع أنه لم يألم كم ترك من الصلوات إذا كان المتروك يمكن قضاءه هنا يوم أو ثلاثة أيام إنه يقضيه أما إذا كان المتروك كثيرا فإنه يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة وليس عليه قضاء لما فات نعم البسملة هنا يقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نعم بعض آية هي في هذه في هذه السورة بعض آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وأما في غير هذه السورة سورة النمل فإنها تكتب أمام السورة وتقرأ أمام السورة تفتتح بها السور نعم يقول شيخ مصادر التشريع الإسلامي كم هي وهل هي مرتبة صادر التشريع الإسلامي الكتاب والسنة والإجماع هذه مصادر التشريع الإسلام الكتاب وهو القرآن والسنة النبوية وهو الأحاديث الصحيحة والإجماع إجماع أهل العلم على ذلك أخيرا يقول في فقرته لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم لأن الله حرم فيها القتال له فقرة أخرى يقول شيخ قرأت بأنه يجوز تقديم السعي على الطواب في الضرورة هل هذا حاصل؟ لم يحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعدى صلى الله عليه وسلم المسعى ويذهب إلى الكعبة ويطوف بها قبل السعي وإنما هذا في يوم العيد إذا نسي فقدم السعي قبل الطواب النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قال لم أشعر سعيت قبل أن أطوف قال أفعل ولا حرج فهذا في أيام في المناسك التي تفعل في يوم العيد أي شيء قدم أو أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في هذا اليوم يعني شكر الله لكم شخص صالح مبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات ببرنامج نور على الدرب يتجدد اللقاء مع سماحته حتى ذلكم الحين لكم التحية من الزملاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته